قصة قطار الاشباح في احد الايام وبالتحديد سنة 1911 وقعت حادثة في ايطاليا اغرب من الخيال لم يصدقها احد وما زالت الى اليوم لرز غامض لم يتم حله وهو اختفاء قطار كامل بركابه بدون اي اثر اسمه قطار زانيتي الشركة الايطالية قامت بصناعة قطار فاخر لم يكن مثيل له في ايطاليا وبدأت تطلق الحملات الدعائية في كل مكان لجذب اثرياء ايطاليا ليقضوا رحلة اسطورية على متن هذا القطار من روما الى ميلانو رحلة سيستمتعون فيها بجمال الطبيعة الايطالية الساحرة وقالت شركة زانيتي بان هذه الرحلة لن يتمكن اي احد من الحصول على تذكرتها الا القليل كذلك سارع الاغنياء والبرجوازيين في التسابق نحو اقتناء تذكرة للاستمتاع بهذه الرحلة الفريدة على متن القطار الذي لا يعلمون ان مصيرهم سينتهي في داخله للابد كان من المفترض ان تستغرق دقيقة فاستغرقت مئة سنة تلك الرحلة كان من المفروض ان تستغرق عدة ساعات حيث ان الشركة قامت ببناء القطار خصيصا لهذه الرحلة تماما مثلما كانت سفينة تيتان صنعت خصيصا لرحلة اسطورية واحدة وستجد فيديو عن حقيقة سفينة تيتانيك في صندوق الوصف كان القطار يتكون من ثلاث عربات رئيسية وعلى متنه باواست مسافر كلهم من الطبقة الراقية والاثرياء الايطاليين انطلق قطار زانية سنة 1911 وهو محمل بالركاب الفرحين وبعد ساعات قليلة وصل قطار زانيتي الى نفق جبل لومبردي هذا النفق يخترق الجبل بطول كيلو متر واحد دخل القطار النفق لكن دقيقة من الزمن والتي احتاجها القطار لقطع مسافة كيلو متر داخل النفق استغرقت مئة سنة فالقطار دخل النفق ومعه مئة وستة مسافر ولم يخرج منه الى يومنا هذا قامت الشرطة الايطالية بالبحث عن القطار في البر والبحر والجو ولم يجده وكأن لاردا ابتلعته او انه دخل في ثقب دودي اخذه لمجرة اخرى او كوكب اخرى استطاع اثنان من الركاب مناصل مئة وستة من ركاب قطار زانيتي النجاة من القطار بقدرة قادر كانت نجاتهما اشبه بفيلم رعب فقد قاموا بالقفز من القطار مسرعين وحين تم استجوابهما من قبل الشرطة عن من حصل للقطار واين اختفى واين ذهب المسافرين الاخرين كانت حالة الذهول وصدمة بادية في وجوهما كأنهم رأوا المخلوقات جون او شاهدوا باب من ابواب جهنم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اعجاب وشاركونا رأيكم بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة